بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض موضوع الكياس والتكويم اللي هو من التكلم في الوحدة الثانية عن الفروق الفردية موضوع طبعا مهم جدا اللي هو الفروق الفردية خلينا نشوف ايه الموضوعات اللي بيتطرق لها في هذه المحاضرة اول موضوع نتطرق له في هذه المحاضرة حول مظاهر الفروق الفردية عشان اعرف ان في فروق فردية عندي ثلاث مظاهر الفروق الفردية داخل الفرد ولما تأتي هذه الجملة تذكروا كول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون داخل كل فرض فينا في بعض الصفات مرتفعة بعضها متوسط بعضها منخفض وهكذا المظهر الثاني من الفروق الفردية الفروق بين الأفراد لو نظرنا لبعضنا البعض هنجد أن فيه فروق حتى بين التوائم بعضها وبعض فيه فروق بين الأفراد المظهر الثالث من مظاهر الفروق الفردية اللي هو الفروق بين الجماعات الفروق بين الجماعات يبقى عندنا ثلاث أنواع للفروق الفردية الفروق بين الأفراد الفروق داخل الفرد نفسه ثم الفروق بين الجماعات ده بتعالوا نشوف إلى تعريف الفروق الفردية يبقى إذن ما هو تعريف الفروق الفردية لو حد مننا سأل نفسه يعني فروق فردية الفروق يعني اختلاف فردية يعني بين الأفراد يبقى الانحرافات الفردية عن متوسط المجموعة في الصفات المختلفة سواء كانت جسمية أو نفسية أو غير إنسان يبعد أو يقرأ من صفات المجتمع دي بنسميها فروق الفردية وعلى ذلك يمكن نحن نقول أن الفروق الفردية تعد مكاسة الاختلافات القائمة بين الأفراد الفروق التشابه الاختلاف وكذا ولذلك العلم الذي يهتم بدراسة الفروق الفردية نطلق عليه علم النفس الفرق لأنه يدرس الفروق الفردية عندنا خصائص الفروق الفردية أول خاصية مدى الفروق الفردية الفرق بين أعلى درجة وأقل درجة لو أنا كنت أي صفة أقضي رحسب المدى بأن أشوف أعلى درجة وأقل درجة ولذلك يتأثر مدى الفروق الفردية بالنوع زي ذكر أنسى مدى الفروق الفردية عنده ذكور أكبر منه عند الإناث بكذا انتهينا من محضرتنا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا